أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع شركة القيصر منافذة لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبئة عن المواطنين تستهدف المنافذ الجديدة تقديم اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة الشرقية خاصة مدينة الزقزيق حيث أقامت مؤسسة حياة كريمة منفذين للبيع الأول أمام مبنى ديوان عام المحافظة والآخر بميدان طلعة حرب بزقزيق وذلك لتسهيل الوصول لمواطنين المحافظة النهاردة نحن متواجدين في مدينة الزقزيق بتوجهات القادة السياسية عندنا اثنين منفذ في الزقزيق المنفذ الأولاني أمام المحافظة والمنفذ الثاني أمام عمر أفندي أو أمام مصر الطيران بالتحديد نحن النهاردة نوفر اللحوم البلدية الطازجة كنوع من الدعم البورديني الغذائي للمواطنين كلهم الأسعار هنا حلوة جميلة عن بره عن الجزارين بره يبقوا هنا في 30 ده شيء عظيم جدا جدا لكل الجمهورية لأنها اللي بشوف منهم زوء وناس كويسين جدا معاملتهم حلوة مع الناس وياريت ده أنها كده طول السنة الحمد لله دايما ثقتنا كبيرة في أي حاجة لها مصدر موسوك منه أنا عادة لإما بجيب من منافذ الجيش أو منافذ الشرطة أمان يعني دايما برجع دايما للأماكن اللي هي بتحوز على سكة الناس ترجمة نانسي قنقر